الحكومة قررت أو تحديداً وزارة التنمية المحلية قررت تغيير ما يسمى بالهوية البصرية للمحافظات ويمكن مصطلح الهوية البصرية ده حضراتكو هتسمعوا عنه كتير جداً الفترة اللي جاي يعني محافظة القاهرة بتغير الهوية البصرية بتاعتها محافظة الجيزة سكندرية وشفنا قبل كده ماذا حدث في محافظة إنا في تغيير الهوية البصرية وقبل ما نتكلم بالتفصيل عن موضوع تغيير هوية المحافظات خلينا أشرح لحضراتكو يعني ايه هوية بصرية الحمد لله بلدنا هي أول بلد في التاريخ اعتمدت ما يسمى بالهوية البصرية هوية البصرية دي إنك يبقى لك شكل معين لوحدك أو يبقى لك اللوجو أو شعار تتميز به حاجة كده زي البطاقة اللي موجودة في جيبك البطاقة دي لو طلعتها ديتها لحد مش محتاج يسألك لا عن تاريخ ميلادك ولا عن اسمك بالكامل ولا عن محل ميلادك أو انت شغال ايه أو حتى انت دارس ايه أهي الهوية البصرية دي زي البطاقة زي تحديد الشخصية عشان كده دايما في بعض الدول العربية بيسموا البطاقة الهوية بيسموا البصبور الهوية رخصة السواقة بيسموها هوية القيادة أو هوية السائق فالهوية البصرية دي وبالمناسبة بكلم حضراتكو مش كواليد الموزيع بكلم حضراتكو كواليد المهندس مصمم الجرافيك اللي شغال في الجرافيك بقاله اكتر من عشرين سنة يعني خد مني كده بقى خبرة الايام وعملت مئات المشاريع للهوية البصرية هوية البصرية دي لازم كل خط فيها كل نقطة كل لون كل شكل بيعبر عن نشاط المؤسسة او النشاط وتاريخ المدينة اذا كنت بتعمل هوية بصرية لشركة هوية بصرية لمصنع هوية بصرية لمحافظة زي انا او محافظة اسكندرية او القاهرة لازم كل خط ومش مهم تكون شكلها جميل مهم يكون شكلها معبر لو انا كده اول ما بص عليها كده اعرف ان دي الهوية البصرية لمحافظة القاهرة على سبيل المثال مثلا هوية البصرية اللي في ظهري دي او اللوجو اللي موجود في ظهري ده اللي هو لوجو برنامج اهل البلد اللوجو ده تم اختياره كل قطعة في اللوجو بتعبر عن حاجة يعني مثلا الشمس دي اللي هي بتعبر عن الناس اللي شقيانة الفلاحين والصنايعية واهل الصعيد والدلتة وبحري الشقوق اللي موجودة في الكلمات دي بتعبر عن شقوق الارض شقل في رجلين الفلاح والصنايعي والعامل بسبب الماشي في الارض الزراعية والعمل من صباحية ربنا لحد بالليل حتى الطيور والحمام اللي طاير حوالين اللوجو والهوية البصرية ده ايضا بيعبر عن الخير وبيعبر عن بلدنا الطيبة ده كده المعنى القريب او البسيط للهوية البصرية حبيت افاهم حضراتكم لان الفترة اللي جاية الكل هيتكلم عن الهوية البصرية المحافظين هيتكلموا عن الهوية البصرية الوزراء الاعلام السيسي رئيس مجلس الوزراء الكلو بيتكلم عن الهوية البصرية ونبدأ من محافظة الإنة محافظة الإنة واللي خادت وش القفص ودي كانت الهوية البصرية الإنة واللي مع الأسف عملت موجة سخرية بسبب النسيات اللي هو أشرف غريب الدوودي لما قالوا له اعمل هوية بصرية راح دخل دور كده في مبنى عامل محافظة وشاف مين عنده جهاز كمبيوتر فلقى واحد قاعد على جهاز كمبيوتر شغال على الأوفيس أو شغال بيكتب فقال له انت اللي هتعمل الهوية البصرية يا باش الهوية البصرية لها قواعد لها أصول لازم ليعملها يكون متخصص مصمم جرافيك فنان حد بيرسم بإيده حد دارس يعني ألوان دارس يعني إيه محتويات المهم سيادته قرر فطلع لنا الشكل اللي حضراتكو شفتوه حطه تاني كده على الشاشة يا خالد فطلع الشكل المشوأ اللي حضراتكو شايفين لا بيعبر عن إينا ولا عن حضارة بلدنا ولا حتى ليه أي معنى موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي أحرجت سيادته فخلاه يغير اللوجو بتاع محافظة إينا دا كان مين دا كان اللي هو طيار أشرف الداودي أو أشرف غريب الداودي اللي ممكن يفهم في الإقلاع في الهبوط لكن في العوية البصرية راح جاب حمادة بنخته زي ما بيقول الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وطلعنا لنا الشكل المشوأ لكن سيادة اللي هو خالد عبد العال بقى اللي هو محافظ القاهرة طلع أزكى من اللي هو خالد الداودي ومحافظ إينا وقال لك يا بقى دا الناس ما بتسيبش حد في حاله أنا هعمل لجنة واللجنة تكون لجنة وتبقى مسؤولة عن الهوية البصرية لمحافظة القاهرة وقد كان سيادته يوم 28 مارس شك اللجنة لوضع اشتراطات الهوية البصرية للعاصمة دا مين دا سيادة اللي هو خالد عبد العال محافظ القاهرة وقال لك ان اللجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظ عضوية مين عضوية السيد مدير إدارة الإسكان مدير إدارة الزراعة مدير إدارة الصحة رئيس الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة وأسادزة من كلية الفنون والجميلة الفنون الجميلة والهندسة والفنون الطبيعية بجامعتين عن شمس والقاهرة وممثلين عن الجهاز القومي للتنصيء الحضاري اللي هو كل الناس دي على دماغي من فوق ما فيهمش حد مسؤول عن الهوية البصرية ما فيهمش فنان ما فيهمش حد رسام ما فيهمش حد مسؤول عن الجرافيك شوية مسؤولين وكلاء وزارة كالعادة قاعدوا حوالين طاولة مستديرة عشان يعملوا الهوية البصرية لمحافظة القاهرة وقد كان طلع علينا سيادته قبل كم يوم يوم الخميس اللي فات عشان يعلن تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري بشكل يليق بالمتحف الكبير احنا بلدنا عملت هويات بصرية قبل ما يخترعوا اصلا الهوية البصرية لما تخش كده مدحف معبد فيلة معبد لقصر معبد ابو سيمبل تخش مقابر الاشمونيين تخش اي معبد من المعابد اللي موجودة في اي محافظة تلاقي المعابد كله مية واحدة كله هوية واحدة كله شكل واحد ده معنى البسيط للهوية البصرية وبالفعل سيادته اعلن على الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة قبل لتلات ايام في اطار خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية وابراز العناصر الجمالية ومش عارف ايه واحنا هنفتح المتحف المصري الكبير قبل كم بعد كم شهر المهم كلام لطيف جميل كده يقولك ان الحكومة او محافظة القاهرة عملت اللي محدش عمله وجيبنا مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بنفسه عشان يشرف على الهوية البصرية للقاهرة واللي بدأت تضيط بيها الحيطان لسيامة دائري قالك مصطفى مدبولي يتفقد تطوير الهوية البصرية على الطريق الدائري بالقاهرة والجيزة وبدأنا بقى نجيب الناس تضيط ونحط الستيكرز بتاعة الهوية البصرية وسيادة الوزير بنفسه سيادة رئيس مجلس الوزراء بنفسه ومحافظ الجيزة ومحافظ القاهرة عشان يشرفوا بنفسهم على موضوع الهوية البصرية لمحافظة القاهرة معنا كده فيديو لو تفرج الناس على ايوة دي كده الهوية البصرية اللي كان بيتفرج عليها الدكتور مصطفى مدبولي اكيد لو حد في حضراتكو بيروح وييجي في مدخل القاهرة على الطريق الدائري او في بعض الطرق العامة في القاهرة اكيد شاف الصور الضخمة اللي مكتوب عليها محافظة القاهرة او كلمة القاهرة اللي بتتكتب او بتتقرق بالعربي والانجليزي كان شاف كمان الرسومات الضخمة اللي موجودة على الحطار حد كده والكلام ده لطيس جدا وجميل وشكرا للإشار على الحكومة انها تعمل هوية بصرية للمحافظات وشكرا لكل واحد قال للحكومة اشتغل صح لكن المصيبة السودة نسيت المحافظ محافظ القاهرة لما حب يعمل لجنة مكونة من البهوات الكتير اللي انا قلت لحضراتكو عليهم دول راحوا سرقوا الهوية البصرية لمحافظة القاهرة التاريخية العريقة من جمعية زراعية موجودة في ايطاليا الخبر بيقولك في ضيحة جديدة اتهامات بسرق التصميم الهوية البصرية لمحافظة القاهرة والحكومة بتنفي انا يعني عايز كده بالراحة اعرض لحضراتكو الهوية البصرية ايوة تعالي كده عام خالد ويعني لو ينفع اقوم هستسمع حضرتك ان انا اقوم دي كده ده كده على الشمال زي ما حضراتكو شايفين دي الهوية البصرية لمحافظة القاهرة او دي الاعلانوا عنها قبل كم يوم صور زي ما حضرتك شايف كلمة القاهرة بتتعرق بالعربي وبالانجليزي والخط ده والكام دايره والنيل ومش عارف ايه دي الهوية البصرية اللي الحكومة قالت عملتها ونزل مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بنفسه عشان يتفقد الهوية البصرية والطأم او بافة الوكلاء دولت كانوا شغالين فيها لكن دي كده دي جمعية زراعية موجودة في ايطاليا اسمها تيرا فروتي او فروتيلا او ايا كان الاسم باللغة الايطالية لما تبص هتلاقي نفس الشكل اللي هو مش توارد مش توارد افكار ولا ان الصورتين شبه بعض ولا ان يعني قريب من بعض لا دا كوبي بيت ساعتك دا المجموعة او اللاجنة اللي عملتها الحكومة مكونة من السادة مديري الزراعة والاسكان والصحة والنقل والمواصلات واسازة الفنون الجميلة واسازة الهندسة ومش عارف كل الناس دي راحوا خادوا الشكل دا كوبي حطوه على محافظة القاهرة وقالك الهوية البصرية لمحافظة القاهرة طبعا الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي ما سكتوش دي فضيحة بجلاجل يعني احنا بلد مش شوية دا احنا حضارة سبع تلاف سنة احنا بلد الحضارة البلد اللي اتعاملت قبل ما يتعامل التاريخ وقبل ما يتعامل الفن وقبل ما تتعامل الثقافة ثم محافظة القاهرة تطلع وتحلف عظيم بيمين الكلام دا ما حصل يا باش انتو سرقتوا اللوجو بتاع جمعية زراعية دا انتو حتى ما سرقتوش حاجة محترمة دي جمعية زراعية موجودة في احد القرى اللي موجودة في احد الاماكن في ايطاليا البيل حرامي انا ياسف ايا كان هو مين راح سرق لوجو جمعية زراعية مش جمعية استهلاكية مش لوجو مؤسسة بخمة لوجو جمعية زراعية عشان يطلع مصدر بمحافظة القاهرة ينفي سرق التصميم الهوية البصرية الجديدة من جمعية ايطالية الراجل اللي هو بتاع المحافظة دا قالك والله ما سرقنا حاجة والدليل ان احنا ما سرقناش ان الجمعية الايطالية لم تعلن موقف يفيد سرقة التصميم وقال كمان ان بعض الناس اسمع هذا الكلام اللي مكتوب يعني قالك ان بعض الناس بتحارب اي تطوير بالدولة وبتسخر منه الجمعية الايطالية اللي بيقولوا عليها لم تشتكي ضد اعمال المشروع اللي هو المشكلتك الوحيدة ان الجمعية الايطالية مقدمتش شكوى لا عندك احساس بشيلن انك سارق تصميم في القاهرة اللي هي واحدة من اعظم عواصم العالم اللي بتتحدث تاريخ والكل بيبصلها كده انها عاصمة التاريخ والفن والحضارة عاصمة جمهورية مصر العربية عندكش مشكلة اللي ان الجمعية الزراعية اللي انت سارق منها الهوية البصرية مشتكتش تب شوف بقى بعد يومين تلاتة والموضوع بدأ يتفضح اكتر الشباب بدأوا يجبوله الموقع بتاع الجمعية يجبوله كمان الرسام او مصمم الجرافيك اللي مصمم لوجو الجمعية الرجل الايطالي واللي نشه على الموقع بتاعه تطلع محافظة القاهرة تقولك بعد اتهمات التواصل الاجتماعي ازالة بعض الرسوم من الهوية البصرية لمحافظة القاهرة هو ايه اللي بيحصل ده انا شفت الفيلم ده قبل كده فين شفتوا مع الاستاذة غدا والي اللي سرقت الرسومات من الرسام الروسي وراحت حطتهم في محطات المتر وكانت الفضيحة بجلاجل وسيادتها دلوقتي محكم عليها في ست شهور في تهمة سرقة الرسومات من الفنان الروسي دلوقتي حافظة القاهرة وتطوير الهوية البصرية للقاهرة عشان افتتاح المتحف الكبير تروحوا تسرقوا هوية بصرية بتاع الجمعية الزراعية في ايطاليا ليه يا البلد دي ما فيهاش عقول البلد دي ما فيهاش ناس بتفكر البلد دي ما فيهاش ناس بتفهم يعني ايه هوية بصرية بشلن ما فيهاش فنانين ورسامين يملوا عين الشمس لكن السادة المسؤولين في البلد السادة اللوقات السادة الزباط اللي هم حاجة عندهم يعملوا الحاجة بمزاكه بدون ما يرجعوا او يلجأوا لاي مسؤول عملونا الهوية البصرية المشوهة بتاعت محافظة انا ولما حبوا يعملوا حاجة كويسة راحوا سرقوها من جمعية الزراعية في ايطاليا انا بس عايز قديك نموذج الهوية البصرية دي ممكن تتكلف قديه والنموذج ده بيقولهولنا السيد محافظ اسكندرية اللي بدأ مؤخرا في الهوية البصرية الاسكندرية وقالك ان مشروع الهوية البصرية الاسكندرية هيتكلف 25 مليون جنيه دي اسكندرية حولها البصرية بتاعتها تكلفة 25 مليون جنيه فما بالك بقى بالقاهرة والجيزة ممكن تكون تكلفة قدية بكل حيادية وشفافية الرسومات اللي بتتشال من مبارح لحد دلوقتي فضيحة بجلاجل اللي مفضوحاها بلدنا على مواقع التواصل الاجتماعي ده لسه كمان لما الجمعية الزراعية ترفع قضية على بلدك انت متخيل عارف انت احنا عندنا جمعية الزراعية في بلدنا اسمها الجمعية الزراعية في العزبة الحمرة تبع مش عارف ايه مركز ايه محافظة ايه هيجي في يوم بالأيام ويبقى الجمعية الزراعية اللي موجودة في ايطاليا رفع قضية على جمهورية مصر العربية بسرقة او لسبب سرقة الهوية البصرية ده السؤال الاول هنعمل ايه سؤال التاني هل حد هيتحاكم سيادة اللواء المحافظة هيتحاكم سيادة الوزير الدكتور الاستاذ الدكتور في الجامعي قصطفى مدبولي هيتحاسب على انه نزل بنفسه يشرف على الهوية البصرية سادة في كلية الهندسة فنون التطبيهية فنون الجميلة سادة السيد وكيل الوزارة وكيل وزارة الزراعة وزارة الاسكان سيد مدير هيئة الطرق الكبير سيد بتاع النظافة السادة المسئولين اللي قالوا عنهم كلهم دول حد هيتحاسبهم هيتحبسوا ست شهور بتهمة السرقة زي ما تحبست غادة والي السؤال الاهم بقى ازا كانت الهوية تكلفت 25 مليون جنيه وطلعت مسروقة وترمت في الارض مين هيدفع المبلغ ده؟ احنا بلد في عيرة اوي مواطن بيكوح اطراب الناس لا لاية تتعلم ولا تتعالج ولا عارفة تكمل شهرها وبنطع المتكهربة والنور عن الناس عشان نوفر نفقات 25 مليون او ال 50 مليون لو هنضرب في اتنين قاهرة وجيزة ولو هناخد المساحة وعدد السكان يبقى بنتكلم على الاقل في 150 مليون جنيه مين هيدفع تماما؟ مين هيحاسب عليهم؟ هل سيادته هيدفعهم من حسابه الخاص؟ ولا من رصيده في البنك؟ ولا ده اموال زي ما بيقولك كده اتلفها الهوى؟ اللي حصل ده ده اموال اتلفها الهوى في محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة على ذكر الهوية البصرية احنا كمان في قناة الشرق مؤخرا غيرنا الهوية البصرية بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده لوجو بتاعنا اتغير والشريط بتاع الاخبار اتغير امطلاقة جديدة لقناة الشرق اتمنى تعجبكم وده بقى التغير والتطور في الهوية البصرية ان الهوية البصرية تناسب زوءك زوء جمهورك تعبر عنك وتعبر عن المحتوى اللي انت بتقدمه مش الهوية البصرية بتاعتنا ولا الفضيحة المسروقة بتاعت القاهرة ولا فضيحة متر الانفاء ولا اللي بيحصل في البلد ده كله لان البلد مع الاسف لا تعتارف بالمتخصصين ولا تعتارف بدراسة الجيزة اشتركوا في القناة